السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بقايا مسجد سيدنا يونس عليه السلام قديم كان مرقد سيدنا يونس عليه السلام هذا ما يساعده من المسجد من البرفت جنا هذا ما نرى من قراء الإيمان وفيقه معوك وشباب طائش وناس من غلقين هذا ما نرى من خلال المسجد من قراء الإيمان وشباب طائرين وشباب طائرين وشباب طائرين أرادوا تدمير العراق و سوريا و تدمير تاريخهم و تدمير ثقافتهم و تشتيد شعوبهم و تشهدهم فلن ينقعهم إنهم ينقعون لضمائهم و تسرحوا السياسية من عقل المسجد من البقات و تدعمهم و تشهدهم حسنا لنسجد مني لأنهم تهدئون المسجد إنهم يعملوا ضد الإنسانية التي أرسل الله قواعدها لإرساء معالم الحياة إنهم يساعدون لأنهم يريدون أن يتساعد المنطقة لأن الله قلت لكي تصنعي حياة على الأرض وكي تتحرك المنطقة الأخرى اليوم في الموسل اليوم نحن في الموسل نحن في نينوة عداس كان من هنا الرواية أنا أخطأت فيها أنه تقابل مع عداس في الطائف وليس في الموسل نحن نحن نحترم كل الثقافات والقيم والأخلاقيات اللي تمتع بها الشعوب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي هنا ولكن كان في الطائف وتقابل مع عداس في الطائف إنما خذ له أهل الطائف لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي هنا ولكنه أرسل إلى الطائف وعند عداس في الطائف وكان يحتاج لهم إلى الطائف وعند عداس في الطائف و هذا يظهر ليس بجديد فمدينة الموسل شبه مدمرة عن بكرة أبيها هذا ليس شيء من أشياء عن المسكة من النبي جونة لأن الموسيقى مدينة الموسل من هذه المسكين ونحن نجدهم نجدهم أن نجدهم نجدهم أن نجدهم نجدهم أن نجدهم و أكمل لدى صافة إلى الطائف تجدهم أن نجد الموسل و أهل العر servi و أهل نقف هذه الحرب و نبني السلام مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته